بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد ازيكم شباب و اهلا بكم في اول فيديو في كورس بايثون كيبتوغرافي او كورس التشفير بإذن الله في الفيديو دوت هنبدأ نشرح في خورزمية السيزر او الكايسر خورزمية السيزر او الكايسر دي من اسهل خورزميات في التشفير او من اسهل الطرق في التشفير ونقدم الترق في التشفير وهي سهلة جدا وفكرتها ببسطة جدا بس مفتاجة تكون مركز فكرتها انك هتربط كل حرف برقم يعني ايه؟ يعني مثلا هربط انه حرف الا قيمته بواحد انه حرف البي قيمته باثنين انه حرف السي قيمته بثلاثة وهكذا تمام؟ طيب بتاعنا نفتعش النساء اللي هي يعاني علينا نفترض مسلا ان الكلمة اللي انا عايزة تشفرها هي كلمة تست تست كلمة تست بيت انا عايزة تشفرها اول حاجة اعملها ان انا هاخد كل حرف هاخد حرف حرف في الكلمة واشوف كيمته ايه؟ كيمته بتساوي انه رقم من دول بعد اما اجيب كيمته كرقم بزود عليها حاجة اسمها الكي او المفتاح ايه الكي دوت؟ الكي دوت هو رقم بضيفه على الكلمة بتاعت الحرف علشان تديني حرف جديدة او عشان تطلع لي الكلمة جديدة تساوي حرف جديد ازاي؟ تعالوا نفتعار ان الكلمة بتاعتنا تست وان الكيو اللي انا هازوده على كل حرف او senate هزوده على كل حرف تمام؟ تمام. هنفرق هنبدأ نمسك حرف حرفي في الجنة. تي مصير. او الحرف الفاتي. حرف التي. كمتو كام او الرقم المقابل لي كام. حرف التي اها. الرقم المقابل لي او كمتو بتساوي عشرين. رجاء الجاتب هنا. عشرين. وزود عليه كمتو المفتاح اللي هي 5. زاد 25. يثاوي 25. 15. بان الرقم الجديد اللي هو رقم حرف زاد الك. زاد الكي اللي هو خمسة وShouldnة. بان الرقم الجديد اللي هو الحرف اللي قيمته خمسة وعشرين. حرف الواي. اروح جاي هيبقى هو دوت اول حاجة. اول حرف عندي في التشفير هيكون واي. طب تعال نمسك. ناخد الحرف التاني اللي هو حرف الاي. حرف الاي. حرف الاي. قيمته كام? الاظر اي او. حرف الاي. جيمته بerschمسة. يبقى. حرف ال い جيمته بخمسة. زائد الكي اللي هو كامب اللي هو كامسة. بساوي كامب. بساوي عشرة. طيب ايه هنا الحرف اللي قيمته بتساوي عشرة? الحرف الى اللي بتساوي كامبته عشرة هو حرف الجاي. الحاجة اضيفه بعد الواي. حرف الجاي. ناخد اللي بعدو حرف الاس لكيي مكام هنا حرف الاس كامتو بتسعتاشر ايه. ايه كاتو هنا تسعتاشر. زائد الكييي هو كامل كييه. كيي بتاعنا خمسة. تسعتاشر زائد خمسة بيه اربعة وعشرين. ايه حرف هنا اللي كامتو بتساوي خمسة وعشرين? حرف الاكس كامتو بتساوي اربعة وعشرين. جاي ضايفو هنا. فاللي حرف التي تاني. حرف التي تاني اهي. هتساوي برندو اه كمبتلات عشرين بس كتابة تاني عشاني بقى كتابنا كل الحروف. كمتوب كام? حرف التي. كمتوب عشرين. عشرين. زي الكيلة هتساوي خمسة وعشرين. اللي هي الواي. يبقى هوا دوت الكلمة الحروف اللي بدلناها وتطلعت لناها وتطلعت لناها دي. هوا دوت السايفر تكست او هوا دوت التشفير لكلمة تست بخلاء من خلال خورزمية سيزر او الكيسر. تمام? طيب. يعني دي دلوقتي بقت بتساوي تست. تمام? طيب انا دلوقتي في نقطة مش هحتاجش يا سيفر. المفروض المفروض انك بعد ما بيجيب كيمة الحرف كمت الحرف كرقم وبتزود عليها الكي رقم الكي بتعمل لهم حاجة اسمها موت ستة وعشرين. يعني ايه موت ستة وعشرين? تعال انا افترض مسلا ان الحرف اللي كان في كلمة ان الحرف مسلا اللي انا عايز اعملله اشفره كان حرف الواي. حرف الواي بي كام? بخمسة وعشرين. لما زود عليل كي مسلا اللي هو بخمسة بقى تلاتين. بتبقى انا هل انا عندي هنا حرف كمتو تلاتين? لا بتبقى هنا الحروف 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 الانجليزي ستة عشر حرف مفيش حرف رقم تلاتين. طب ايه الحل? الحل ان انا ارجع الف من الاول تاني. يعني مسلا هنا ستة وعشرين. القليمة بتاعتبر بتلاتين. طيب اه ابدأ بقى الف الف من الاول. يعني مسلا هنا تلاتين اه يعني اخرهم ستة وعشرين. قبدي بقى ايه بقى ارجع من هنا بقى ارجع من الاول اعدة اربعة. بيطلع لحرف دي. طب ما هو ما فبنا اعملها ازاي طيب دي في الحساب الرياضي انا اعملها ازاي بالحسابات الرياضية. هقول له ارجع لي هفهمها ازاي كمعادلة رياضية. فالحال ان انا عمل لها موت ستة وعشرين. عشان الرقم اللي هيطلع هنا. اللي هيطلع الرقم اللي هيبقى زائد الكي. الرقم ما يبقاش اكتر من ستة وعشرين. ما لازم اعمل له موت علشان ما يعديش الستة وعشرين. تمام? دي كانت فكرة التشفير. طب ازاي افك تشفيره بقى? فك التشفيره سهل جدا. تعالو بقى نعكس بقى للعملية دي. ده النص اللي هتشفرنها. ده هنا. بنمسح بقى ده. بنكتب من ايه. حيساوي. بنشوف بقى هحنا فك التشفير سهلة جدا. بالزبط بالزبط. هي هي التشفير ولكن فرع في حاجة بسيطة جدا. مش الكي هنا كان بخمسة. هيبقى بالسالب. هيبقى سهلة بخمسة. بدل ما كنت او بدل ما كنت هزوت خمسة. بدل ما كانت المعادلة هنا ان انا بزوت خمسة. هخليها مينس خمسة. نقص خمسة. يعني اهمة. تخلي الكي بالسالب. يا ما تغير. يا ما تغير في المعادلة. بدل ما كنت تبقى زائد كي بلاس كي. هتبقى مينس كي. او اه حرف ناقص كيمة الكي. اللي هتبقى خمسة. او نخلي دي اتزائد زي ما هي. بس الكي هيبقى بالزائد. مش هتفقى. بتاعنا نخليها اه خمسة بس. هنبقى هنا هتبقى هنا مينس. او بالنقص. تعال نبدأ ناخد حرف حرف من الكلمة الانشفارة ديت. الكلمة ديتنا عاني تعرف ايه? ايه الكلمة الاسلاء بتاعتنا? عايز افكت اشفر. اول حرف عندي فيها هو الواي. حرف الواي. كمتو كام? تعال نبص فوق. حرف الواي كمتو? خمسة وعشرين. هنا خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. حنقص منها. كام? كيمة الكي. نفس كيمة الكي اللي هشفرت بها. لازم هي هي نفس الكيمة اللي افكت بها تشفير. ناقص خمسة. هتساوي كام? هتساوي عشرين. خمسة وعشرين ناقص خمسة بتساوي عشرين. طيب. ايه ايه ان الحرف اللي كمتو عشرين? الحرف اللي كمتو عشرين هو حرف التي. فهيجي نروح كاتب تي. بعد كده عندي حرف الجي. حرف الجي. كيمتو كام? بتقال نبص فوق. حرف الجي. كيمتو عشرة. هيبقى. هيبقى عشرة. ناقص خمسة. هتساوي كام? عشرة ناقص خمسة بتساوي خمسة. طيب ايه الحرف هنا اللي كيمتو بسبب خمسة. حرف الا. تمام. نيجي بعد كده عندي حرف الاكس. حرف الاكس. كيمتو بكام? حرف الاكس كيمتو? بيه اربعة وعشرين. اربعة وعشرين. ناقص خمسة. هتساوي تساعتاشر. ايه الحرف اللي كيمتو بتساعتاشر? حرف الاس. بعد كده فضلح اخر حرف حرف الواي. هيبقى نفس النفس اللي فوق برضو. هيبقى كيمتو بخمسة وعشرين. اناقص من الكيلواب خمسة هتساوي عشرين. اللي هتدينا الحرف اللي كيمتو عشرين هي هو حرف تي. زيتها هيطلع لك الكلمة بتاعت الكلمة الاصلية اللي هي كلمة تست. بتاعتنا يا شباب اتمنى تكونوا فهمتو الخرازمية. الخرازمية سهلة وبسلة جدا بس محتاجة منك تركيز. شوفكم بازن الله في الفيديو الجاي اللي عني ابدأ نبرمج في اا نبرمج في الخرازمية دي كاكولت ببيت. شكرا شباب واشوفكم بازن الله في فيديو جديد.